أسقطت الدفاعات الجوية للتحالف العربي طائرة بدون طيار لميليشيات الحوث الإرهابية أطلقتها نحو السعودية وقال التحالف في بيان أنه اعترض الطائرة المفخخة بعد إطلاقها نحو جنوب المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وجدد التحالف العربي غاراته الجوية أمس للأحد على مناطق سيطرة ميليشيات الحوث في محافظته مأرب وصعدة حيث شنست غارات استهدفت مديرية رحبا جنوب محافظة مأرب النقطية كما نفذ ثلاث غارات جوية على محافظة صعدة توزعت بغارتين على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرق صعدة وغارة على مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة الحدودية مع السعودية